والشرائع السماوية والقيام الإنسانية وأن لا يكونوا هدفا أو ضحايا يحدث كل هذا في خضم تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع لا يبشر بالخير في المستقبل القريب كأننا لنمنى السوعب بعد أن العنف لا يؤدي إلى العنف المداد وأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء وأن التطرف لا ينتج إلا التطرف وبالتأكيد لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت وما زالت عاملا رئيسيا في انفجار الوضع بما في ذلك على وجه الخصوص انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ولقد سبق لصاحب الجلال الملك محمد السادس أن نبه غير ما مر إلى خطورة هذه العوامل منددا بشدة بالاقتحامات المتقررة التي يقوم بها متطرفون يهود للمسجد الأقصى المبارك ومحذرا من أن تلك التصرفات المرفوضة تغد التطرف وتروج لثقافة العنف وتؤجج نيران الصراع وتقوض جهود التهدئة وتنسف أفق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم واليوم تجدد المملكة المغربية التأكيد على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي قائم في مدينة القدس والمساس بحقوق المشروع للشعب الفلسطيني يقود فرص السلام ويؤدي إلى تأجيج الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع أصحاب السمو والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة لم يعد مصطلح خطير يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط أمام تصعيد غير مسبوق وسعى ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وأمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل هذا الوضع المتأزم يسائل أيضا المجتمع الدولي والقوى الفاعلة والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه القضية المزمنة فإن هي الآليات التي وضعت للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها وما هي نجاعتها وما هي النتائج التي حققتها حتى الآن وهل سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها ومن هذا المنطلق ومن منظور المملكة المغربية فإن اجتماع مجلس الطارئ لهذا اليوم يجب أن ينصب على تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي كالأتي أولاً بدل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك سواء بشكل جماعي أو فرضي لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد ووقف العدوان على قطاع غزة مع ما يتطلبه ذلك من حماية للمدنيين ومنع استهدافهم ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية تفادياً لاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة ثانياً تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة للتجاوب مع تلك الاحتياجات وسبل إيصاء للمساعدات إلى جهتها ثالثاً تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبدل خلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا ونرحب في هذا السدد بجهود جمهورية مصر العربي الشقيقة ونحثها على مواصلة جهودها المشكورة والدأوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة رابعاً حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام بما فيها الرباعية الدولية على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة الطريق بأهداف عملية تشمل جدولاً زمنياً للدخول في مفاوضات جادة وهادفة للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والعربية وفي هذا المقام أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم أصحاب السمو والمعالي والسعادة معالي السيد الأم العام حضرات السيدات والسادة إن أمن الشرق الأوسط واستقراره كما أكد على ذلك جلالة الملك في رسالته السامية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب مساع بلا انقطاع وجهود حثيثة ومتواصلة للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لشعوب المنطقة طبيعة الحال فإن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك ستظل متشبتة بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية باعتبارها خياراً استراتيجياً لا محيد عنه ومستعد للانخراط في أي جهد دولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين المتوافق عليه دولياً بما يمكن شعوب المنطقة من مستقبل آمن يعمه السلام ويتح فرص التفوق للأجيال الصاعدة شكراً لكم